موسيقى من قناة الغد نرحب بكم الى حلقة جديدة من برنامج السوق وتتابعون فيها حملة مقاطع لعدد من السلع في المغرب احتجاجا على ارتفاع الاصعار بريطانيا ترفض الاستمرار في الاتحاد الجمركي بعد البريكزيت موسيقى اهلا بكم يقاطع المغاربة منتجات ثلاث شركات رئيسية في مجال الماء والحليب ومشتقاته والوقود بسبب ارتفاع الاصعار ادت هذه الخطوة الى انخفاض اسهم هذه الشركات في البورسة بينما يقول معارضون انها افتراضية وعباثية قطع المحتجون منتجات اكبر شركة حليف في البلاد التي تتجاوز حصاتها في السوق المحلية ستين بالمئة كما احتجا نشطه على ارتفاع اصعار البنزين في المغرب بمقاطعة محطات شركات توزيع الغاز والبترو موسيقى من العاصمة المغربية الرباط ينضم الينا المخلل الاتصادي ادريس العساوة عبر القمار الصناعية في البداية ماذا عن او كيف اثر هذا الغلاء على المواطن المغربي نتحدث عن غلاء سلة استهلاكية الحليب والمياه وكذلك غلاء في اسعار الوقود كيف اثر على اقتصاد الشارع وفي الواقع يعني حتى نكون صادقين لم يتكن هناك اي زيادة معروفة على هذه الاتمان بل السبب الاساسي في انطلاق هذه الحملة ما اصله يعني هو نداء من اجل مقاطعة وهي لها ارضية سياسية الجديد في العملية يعني عوض ان يخرج هؤلاء المواطنين ليحتجوا على هذه المؤسسات فهم اختاروا العالم الافتراضي وكان لهم ذلك ما هو المشكل المطروح الآن من خلال الذين يريدون دعنا الاول في النقطة التي اثرتها بداية سيد الريس عن السبب هل هو سبب سياسي وكما اشرت لا توجد اي زيادات على هذه السلع لا توجد لا توجد اي زيادة صراحة لماذا حتى لجأ المواطنون الى الواقع او الى المنصات التداولة الاجتماعي ليعبروا عن ارائهم التي لا اساس لها كما يشير حديثك لا اساس لها من ناحية العلاقة ما بين التمن وغلاء المعيشة غلاء المعيشة احنا الان في المغرب لنا مؤسسة يعني تعطي الارقام حول الاسعار في المغرب شهر بشهر واسبوع باسبوع فليست هناك اي زيادة في هذه الاسبال الان المطروح المطروح هو ان هؤلاء الناس حسب ما قيل في الاول انه مثلا يعيبون على صاحب شركة توزيع الغاز والبترول انه وزير الزراع وهو وزير قوي وهو الان ليقولون لماذا نترك مثلا رجلا له القوة المالية والان له قوة سياسية خصوصا وانه الان يترأس حزبا يتمح في ترأس الحكومة المقبلة في انتخابات الشرائية المقبلة هناك كذلك الماء هو مملوك لرئيسة مؤسسة المقاولة المغربية ويقول كيف نسمح لهؤلاء الاشخاص ان يتحكموا في دوالب الاقتصاد وكذلك ان يكون لهم حضوة ومتواجد قوي على المستوى السياسي هذا هو الاصل المطروح في هذا الاشكال اذا هي في مواجهة خلط الاعمال بالسياسة هل يبدو الامر مرهون بخطوات حكومية لا هو صراحة لان علينا ان نتذكر بان الحكومة هي حكومة قد نقول اتلاف لنا فيها حزب العادلة والتنمية ذات توجه الاسلامي هناك كذلك حزب شيوعي هناك حزب لبرالي لاخره فالتوجه الحكومي له ما هو سائر في طريق معروف على وهو اولا اعادة اتقاف في الاوراش التي تم اطلاقها على مستوى على عدد من القطاعات ومحاولة ايجاد ايجابات على اسئلة وعلى مطالب انا اعتقد بانه اهم شيء في هذه المقاطعة وهي شكلها وطريقة تداولها وطريقة تجاوب معها لانه كثير من الخلط ولكن هناك مجموعة من المواطنين عبر هذه المنصات التي استطاعت ان تأتي بمطالب رأينا مطالب في شمال المغرب في الحسيمة رأينا في مناجم جرادة رأينا في مدن اخرى كانت كلها مطالب اجتماعية لكن الان توحدت بدون الخروج الى الشارع ولكن كانها تأثير على نفسية المواطنين وعلى اما فيما يتعلق بالتأثير على قيمتها في البورصة كان فعلا هناك بعض الرجات في بورصة الدار البداء لكنها ضئيلة جدا الان يعني ما يجيب ادراكه ان هذه قوة يعني قوة مطالبة قوة احتجاج تأتي من خلال الفضاء الازرق وهذا يعني اعتقد بانه المسؤولين عليهم ان ينتبهوا الى هذا النوع من من احتجاجات اما المقاطعة فهي موجودة كانت في امريكا موجودة في فرنسا كانت في تونس موجودة في الجزائر كده لمقاطعة السيارات الى اخرى هذا اسلوب حضاري اعتقد للمطالبة للمطالبة بالفصل ما بين يعني القوة المال وقوة السياسة اشكرك جزيلة الشكر المحلل الاقتصادي ادريس العساوي كنت ضيفا معنا برشاشة الغد من الرباط كشفت هيئة الاحصاء السعودية ارتفاع او عن ارتفاع اعداد المشتغلين في الفين وسبعة عشر الى اكثر من ثلاثة ملايين بنهاية الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه يبلغ عدد المشتغلين في السعودية نحو ثلاثة عشر مليون وستمائة الف فرد يشكل العاملون الاجانب عشرة ملايين واربعمائة الف في فرد يمثلون سبعة وسبعين بالمئة من اجمالي المشتغلين ويبلغ عدد العاملين السعوديين ثلاثة ملايين ومائة وستين الف فرد بنسبة ثلاثة وعشرين فاصل ثلاثة بالمئة من الاجمالي ويتمركز اغلب المشتغلين في كل من الرياض مكة المكرمة والمنطقة الشرقية بنحو ثمانية ملايين وثمانمائة الف فرد اما نسبة البطالة بين المواطنين فتبلغ اثنى عشر وثمانية من عشر بالمئة ويبلغ عدد السعوديين الباحثين عن عمل نحو مليون وتسعين الف فرد يمثل الذكور منهم ستة عشر وواحدا من عشر بالمئة فيما تمثل الاناث ثلاثة وثمانين وتسعة من عشر بالمئة اكد وزير تجارة البريطانية انه لا يمكن للمملكة المتحدة ان تستمر في الاتحاد الاوروبي في الاتحاد الجمركي عفوا مع الاتحاد الاوروبي بعد البريكزيت وقال ليام فوكس ان البقاء في الاتحاد الاوروبي الجمركي يعني ان بريطانيا ستضطر الى ابرام صفقات تجارية بناء على مفاوضات المفاوضية الاوروبية دون اي مشاركة في ذلك واكد الوزير حاجة الى سياسة تجارية مستقلة بالكامل والتي لا يمكن ان تكون داخل الاتحاد الجمركي ومن المقرر ان تناقش حكومة تريزامي في مجلس النواب البريطاني غدا الاربعاء اقتراحين بشأن الجمارك قال البيت الابيض ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ارجع فرض رسوم الصلبي والالومنيو على كندا والاتحاد الاوروبي والمكسيك حتى اول يونيو في حين توصل الاتفاقات اعفاء دائم مع الارجنتين واستراليا والبرازيل وكان ترامب فرض في مارس رسوما بنسبة 25% على وردات الصلب و10% على وردات الالومنيوم ومنح ترامب اعفاء دائما لكوريا الجنوبية في اطار مراجعة الاتفاق تجارة حرة سبق ان انتقده بشدة من لندن ينضم الينا المحلل الاقصادي ناصر قلوون للحديث حول هذين الخبرين في البداية نبدأ من مساعة الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي ومشكلة الاتحاد الجمركي امام الهدف البريطاني سيد ناصر باستعادة السياسة التجارية لها مع الخروج من الاتحاد وعدم الرغبة ايضا في اقامة حدود بين ايرلندا الشمالية والجنوبية كيف يمكن حل هذه التناقضات بصراحة لا يمكن حلها بالرغم من النقاش العميق في بريطانيا الرأي العام البريطاني لا يحب تدخل اي عنصر خارجي في مساء ايرلندا الحساسة وخصوصا الحدود لكن بنفس الوقت الحزب المحافظين ليس عنده حل بهذا الامر الا عبر الاتحاد الجمركي اللي سلاسة مرور البضائع مثلا سلاسة مرور البضائع عبر حدود ايرلندا الشمالية والجنوبية جمهورية ايرلندا برأيي ترحيل المشاكل هو رقم واحد رقم اثنين ترك امور الحدود حتى يبت فيها فيما بعد وربما طلب يعني استئناس بالرأي العام البريطاني عبر اما استفتاء واما انتخابات جديدة بعد وصول الى اتفاق مع المفاوضية الاوروبية الاتفاق التجاري وبالتالي النقاش البرلماني او غيره هو لملء الفراغ برأيي كيف يمكن تفادي اقامة الحدود بين جمهورية ايرلندا بالطبع يبقى على بريطانيا هي التي تقترح اقامة حدود وتفتيش سواء الكتروني او يعني حسي لكن جمهورية ايرلندا التي هي عضو في الاتحاد الاوروبي هي تلتزم بقوانين الاتحاد الاوروبي بالحدود المفتوحة هناك اتفاق سلام مع ايرلندا الشمالية هنا في بريطانيا وبالتالي يوضع هذا الاتفاق في مهب الرياح فيما لو اعيقت التجارة فيما بين الطرفين كثير من ربما سبعين بالمئة من تجارة ايرلندا لسا فقط البضائع وانما الخدمات المالية تمر عبر بريطانيا وبالتالي ستتأثر بريطانيا خصوصا من الشركات الاجنبية التي لها مقرات في دوبلن سعيا لانخفاض يعني الاضراء وبالتالي ربما تخسر بريطانيا كذلك من هذه الخدمات وشركات مثل اي باي وجوجل وغيرها نعم غدا يناقش البرلمان البريطاني سيد ناصر مع حكومة تيريزامي مقترحين بشأن شكل ربما محتمل لاتفاقية اتفاقية جمركية لحل هذا الموضوع هل من توقعات لديكم من اي تسريبات تشيري لملامح هذين المقترحين باختصار بريطانيا تريد الحفاظ على مسألتين المسألة الاولى هي الخدمات المالية في لندن وعدم فرض المفوضة الاوروبية ضرائب على ادارة الاستثمارات والسروات في لندن والدين الاوروبي خدمة الدين الاوروبي من بريطانيا رقم واحد ورقم اثنين هو حرية مرور السلع الذي يؤمنه الاتحاد الجمهريكي ما يوقع له النموذج التركي وهو اتفاق جمهريكي فقط للسلع والبضاع لكن بريطانيا لا تصدر كثيرا الى الاتحاد الاوروبي وبالتالي هناك مسألة شائكة من هذه النحية وخصوصا ان الاتحاد سوقه مغرن لجميع دول العالم بريطانيا سوقها هو ربما 10% من سوق الاتحاد وبالتالي ستكون الطرف الاضعف طيب بالانتقال الان الخبر الاخر الذي جاء حول تمديد الاعفاء الممنوح للاتحاد الاوروبي بشأن او على وردات الصلب والالومونيوم الى الولايات المتحدة ما بين الاعفاء والارجاء لقرار ترام بخصوص هذه الرسوم هل من فرص للوصول الى اعفاء دائم للاتحاد الاوروبي من هذه الرسوم باختصار انا اقول لا والسبب هو اساسي بان الولايات المتحدة تعاني منفاء التجاري لمصلحة الاتحاد الاوروبي ب151 بليون دولار بالعام وبالتالي لم تستطع بالمنافسة التجارية ان تقلص هذا الامر تأتي الان كما قالت سيسيليا مولستروم السويدية مفوضة التجارة بوضع مسدس في رأس الاتحاد الاوروبي الان تأجيل لرمدة شهر كي يتراجع الاتحاد وبرأيي هذا الامر سيضرب الشركات التجارية عبر الاطلسي حتى لو فازلت الولايات المتحدة بآخر الامر الآن سياسة العصى كسبت مع كوريا الجنوبية عبر موفاقة كوريا على تخفيض صادرتها من الفولاز والاليمينيوم خصوصا الفولاز 30% لو قبل الاتحاد الاوروبي هذا سيضع امور وقيود اخرى على اتفاق تجاري عام بين الطرفين ما هي الهوامش التي يمكن ان تتحرك فيها او تتحرك فيها دول الاتحاد للرد على هذه الخطوات الامريكية الآن في مفاوضات الرئيس ترامب مؤخرا مع المستشار ميركل والرئيس الفرنسي يعني انا استشف هناك خيارين خيار المواجهة وهو سياسة امريكية غير معلنة لفصل فرنسا عن المانيا عفوا لحكم ان الفائض التجاري الاوروبي اساسه الماني والمانيا تستشعر هذا الامر وبالتالي اغواء فرنسا لحشر المانيا هذا رقم واحد رقم اثنين اذا جاءت المناجزة التجارية ستضطر اوروبا لفرض يعني عقوبات مماثلة كما فعلت الصين لكن الآن عرض الاغراء الامريكي لمدة شهر سيعني تزعزع الموقف الاوروبي وزير التجار الخارجية البريطاني بحكم ان اي يعني عقوبات او رسوم تجارية ستصيب بريطانيا ما زالت بريطانيا عضو الفتح الاوروبي يشتكون من ان هناك صناعات عسكرية مشتركة وغيرها ستصاب بالضرر اذا الموقف الاوروبي برأي ضعيف في المدى القصير اشكرك جزيلا شكرا المحلل الاقصدي ناصر قلوون كنت ضيف من عبر شرشة الغد من لندن اذا السوق مستمر معكم وتتابعون فيه بعد الفاصل في اليوم العالمي للعمال مسيرات واحتجاجات للمطالبة بتحسين اوضاع العمل ورفع الاجور اهلا بكم من جديد يحيي العالم في الاول من مايو من كل عام اليوم العالمي للعمال وتعتبر الحركات والنقابات العمالية ذلك اليوم فرصة لتدارس احوال الطبق العام لتقييم انجازاتها فضلا عن النظر فيما تحقق من مطالبهم وما لم يتحقق بعد وفي الاثناء نظم متظاهرون مسيرات احتجاجية في العديد من دول العالم للمطالبة بتحسين اوضاعهم ورفع الاجور المتدنية التي يحصلون عليها تزامنا مع الاحتفال بعيد العمال الذي يحل كل عام في الاول من مايو انطلقت مسيرات احتجاجية حشدة في عدد من دول العالم شعارات متعددة والهدف واحد هو المطالب بتحسين اوضاع العمالة ورفع الاجور والنظر فيما تحقق من مطالبهم وما لم يتحقق بعد مسيرات سلمية في بعض الاحيان ولكن يسد توطر في احيان اخرى كما حدثا في العاصمة الفلبينية منيلا والتي اشهدت مسيرات احتجاجية لألف المتظاهرين الذين خرجوا قرب القصر الرئاسية رفعين لافتات تندد بسوء احوالهم المعاشية والقيود المفروضة عليهم ومن الفلبين الى اندونيسيا حيث كانت مسيرات وتجمعات اخرى في العاصمة شكرتا لقد كرست نفسي للعمل مع الحكومة لمدة 13 عاما كمقاول واشعر بانني متعرض للتمييز وان الفجوة كبيرة جدا مقارنة بالموظفين المدنيين وفي الواقع فاننا نعمل في بعض الاحيان اكثر من ذلك بكثير الفجوة كبيرة جدا بيننا مع موظف الخدمة المدنية المهمة نفسها لكن الراتب مختلف ولا نحصل على تعويد حتى لو وصلنا الى الهدف في وقت ما لا نتقاد اجرا وفي كوريا الجنوبية احتشد الاف المتظاهرين وسط العاصمة سول لمطالبة الحكومة برفع الاجور المتدنية وتحويل العمالة المؤقتة الى عمالة بعقود دائمة يجب على الحكومة ان تغير الموظفين غير المنتظمين الى موظفين دائمين وان تطبق الحكومة حدا ادنى للأجور كل هذه الامور يجب اصلاحها ورغم الاحتفاء بالعمال في الاول من مايو من كل عام باعتبار الايد العاملة ركيزة اساسية من ركائز بناء المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة رغم ذلك لا تزال هذه الطبقة تعاني الامرين من تهميش واقصاء وحقوق ضائعة تحتاج الى صوت العدالة الانسانية في مصر طلبت النقابة العامة للغزل والنسيج حكومة المهندس الريف اسماعيل بسرعة اصدار قانون العمل الجديد وذلك لحماية العمال والحفاظ على حقوقهم وقال رئيس النقابة انه تم البدو في تطوير محالج النسيج وانه سيتم البدو خلال الشهرين في تطوير الملابس الجاهزة اضف رئيس النقابة ان الجمعية العمومية توافقت على قرار النقابة باعداد دراسة حول صرف معاش شهري ثابت لعمال الغزل والنسيج من النقابة وذلك لمواجهة اعباء المعيشة بعد بلغهم السن القانوني والخروج على المعش من الطاهرة انضموا لنا هاتفيا سعيد ربيعنا ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في مصر سيد ربيع في البداية ماذا عن مساهمة النقابة في حل مشكلة البطالة والمشكلات التي يعاني منها العمال بشكل عام عمال قطاع الغزل والنسيج تفضل ربيع ربيع في البداية ماذا عن متعرد أن هذا في حل مشكلة البطالة ولو تكرمت اقترب من الهاتف سعيد لو تسمعني من الهاتف لو تقرمت أيها قدر نزل المجهود مقابل عام الهاتف المسيج طبعا نحن بنشارك في حل مشكلة أمالنا لأن عندنا مصانع تعصار السعلم وبناء عليها توقفت العديد من المصانع بعد أجل المعاش المباكر لنتميها الموت المباكر أجزم عليه من العمال هنا تشردوا أغلبتهم واخدوا مكافآت ضائلة جدا وهذه المكافآت طاعت اللي جوز ابنه اللي جوز بها وأصبح وضع عمال الغزم وضع السعيد للغاية وبناء عليها لو لا عيد العمال الماضي والسعيد الرئيس على التحسيج فعلا حط تركيزه على صناعة الغزم المسيج وقد تعليماته الاهتمام بهذه الصناعة لأنها تقود إلى مجدها احنا كان لنا ميزة مش موجودة في العالم لأن عندنا أقود قطن في العالم من قطن المصري وكنا بنتميه بالقطن وبناء عليه أعملنا القط أعملنا نظام زراعة القط أعملنا المحالك أعملنا صناعات الغزم المسيج وإحنا كنا من دول المتخدمة فيهذه الصناعة أصبح الآن التركيز على صناعة الغزم المسيج أنها تتتوى بزء الجير من العمالة لأنها تتتتوى بعمالة كثيرة وأيضا نصف من حال هذه الشركات وبناء نعليها تم اهتمام الحكومة من العام الماضي على أن نهتم بصناعة الغزم المسيج ونهتم بعمالها وكان دور النقابة العامة دور رائد في هذا المجال نهما بنتاعد في هذا الوضع وبنتاعد الشركة الخضاء وجميع الشركات على نهما أجل الصناعة ولأول مرة نجد القيادة السياسية تهتم بصناعة الغزم المسيج من عمال الماضي والنهار عندنا أمل كبير احنا فعلا أمرة أجل الصناعة وكان عليها مؤامرة داخلية وخارجية في عيد العمال نتحدث عن واقع العمال وأوضاعهم بشكل عام وليس عن قطاع بعينه سيد ربيع اهتمام كان واضح من قبل الرئيس المصري في أكثر مناسبة في الحقيقة بالعمال والعمال المؤقت والعمال بعقود كيف يمكن أن تترجم الحكومة هذا الاهتمام وهذه التوجيهات من الرئيس بتلبية احتياجات العمال هو الترجمة الحقيقية بإجراءة الاهتمام بالتعديل نظام جراعة القط والاهتمام بالقط من مصري وصبر أكبر قط وأكبر جوزة في العالم في القط يستعر نقضى ميزة في بيسنية الحاجة الثانية الاهتمام بجميع المصانع وما فيش الحاجة لا يزال للمصانع الثاني يصبح هناك تطوير في الصناعة الغاز المسيق وهذا التطوير هيعود على عمالنا بالخير وأصبح الأمال يبقى له مجال يشتغلهم ويفتتح مجال عمل أكثر وإنه نستوى تعيين عمالة جديدة وهي اتضاع الوحيدة الممكن في حال مشكلة المصالة ومن هنا الاهتمام بجميع بأن الميزة الميزة بالميزة لعالم كل أشكرك وطدور القوانين اللي تبع بصالح الأمال والعمل وليصالح أصحاب العمال في زل القانون العمل إن شاء الله الموحد اللي تبع بصالح ورد أشكرك جزيل الشكر وقانون السلام وضحت سعيد ربيع نائب رئيس النقاب العام للغزل والنسيج في مصر أشكرك جزيل الشكر وبذلك نصل مع حضراتكم إلى ختم حلقتنا من برنامج حملة مقاطعة العدد من السلع في المغرب احتجاجا على ارتفاع الأسعار بريطانيا ترفض الاستمرار في الاتحاد الجمركي بعد البريكزيت شكرا لكم مشاهدين على طيبة المتابعة دمتم في أمان الله إلى اللقاء